قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% صوت كل أعضاء مجلس الفيدرالي في صف رفع الفائدة بـ 75 نقطة أساس وحددوا سعر الفائدة بـ 4.4% بنهاية العام الحالية قرر أثر بشكل مباشر على مؤشرات الأسواق والبورصات العالمية تصريح المقتضب منه كاف لهز الأسواق المالية العالمية هذا ما حدثته فعلا قرارات الفيدرالي الأمريكي الذي أقر رفعا جديدا لأسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس وهي الخطوة الأكثر سرامة التي ينتهجها الاحتياط الفيدرالي في حربه ضد تدخم في توجه يؤكد الاستمرار في سياسة التجديد النقدي قررنا رفع سعر الفائدة بمقدار 3-4 نقطة مئوية ونتوقع أن تكون الزيادات المستمرة مناسبة نحن بصدد نقل موقف سياستنا بشكل هادف إلى مستوى يكون مقيدا بدرجة كافية لإعادة التضخم إلى 2% بالإضافة إلى ذلك نحن نواصل عملية تقليص حجم ميزانياتنا العمومية بشكل كبير في مجابهة التضخم العنيد يحاول الفيدرالي الأمريكي مكافحة ارتفاع الأسعار مقابل دعم أكبر لقيمة العملة الخضراء فالإبقاء على وطيرة الرفع العالي لأسعار الفائدة سيجدب ودائع مالية أكبر للبنوك الأمريكية استقرار الأسعار هو مسؤولية مجلس الاحتياطي الفيدرالي وهو بمثابة حجر الأساس لاقتصادنا بدون استقرار الأسعار لا يعمل الاقتصاد لحساب أي شخص بدون استقرار الأسعار لن نحقق فترة مستدامة من ظروف سوق العمل القوية التي تعود بالفائدة على الجميع قراراته الفيدرالي الأمريكي لا يتوقف تأثيرها عند حدود الولايات المتحدة الأمريكية بل تمس كل القطاعات المالية والنقدية في العالم التي استشعرت الخطر ساعات فقط بعد تبني قرار رفع سعر الفائدة حيث اهتزت أسواق العملات والأسهم والمعادن وكل السلع المقاومة بالدولار شهدت ارتفاعا طفيفا لتتعالى المخاوف العالمية من أن يتسبب الدولار القوي في أضرار اقتصادية بممارسة ضغط أكبر على المقرضين التجاريين كما أنه يتسبب في ألم اقتصادي لملايين الشركات والأسر عن طريق زيادة تكلفة الاقتراض للمنازل والسيارات وبطاقة الاعتمان